في يوم ميلاده أهدوا لعائلته جثته مقتولا فتحول الفرح إلى فاجعة محمد جاء النبأ الأسود لأهله بوجوده مقتولا في إحدى مناطق بغداد بعد أن ذهب لمشوار كما قال لهم قبل خروجه وأسباب القدل ما تزال مجهولة وفق حديث ذويه الصدمة ما تزال حاضرة عند عائلة محمد يبحثون عن أسباب قتله ويطالبون الأجهزة الأمنية بسرعته القاء القفض على الجنات وكشف ملابسات الحادثة مشمورة منطقة معدل هاي الجرائم ما بيها لكاميرا على القناة بريبة على المناطق كلها بس هاي المنطقة الوحيدة اللي كاميرات ما بيها طلاقا مساحته وظلمة إذا يضيع حق أخويا محمد الباقر الطالب الجامعي ترى راح يضيع حق شباب العوائل كلها أنا أشدكم باسم المرجعية باسم رئيس الوزراء وخلال الأسبوعين الماضيين شهدت العاصمة تزايدا بجرائم القتل بشكل مقلق وبطرق شتى ارتفاع معدلات تلك الجرائم بات يهدد سلم المجتمعي في ظل فوضى السلاح المنفلت من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير